السلام عليكم أصدقائي أنا الزار برحب بكم في قناتي الزار ريفيوز أهلاً وسهلاً بالجميع وحلقة جديدة إخبارية تقنية فأهلاً وسهلاً من طرق الدعم اللي ممكن ندعم فيها أهلنا في غزة أنا حكيت هذا موضوع كثير أنا عارف بس برجع بكرره لأنه فرصة نحكي عن هذا الموضوع وأنا مش منظر أنا بحكي كإنسان عادي ومواطن عادي زيه زيكم لا بعندي علم ولا عندي فقه ولا عندي هالعلوم الواسعة بس على أقل عندي الفطرة يمكن الصح بس ندائماً نرجع لرب العالمين والرجوع سهل حاول ما تعمل بس سيئات يعني حاول تعبد رب العالمين حق العبادة حاول تحافظ على صلاواتك حاول تضبط لسانك ما تسبع الناس ما تختاب أنا ما بقول لك تكون إنسان كامل ما فيه إنسان كامل بس حاول في يعني محاولة نفسها إن شاء الله فيها الفائدة فيها الأجر اعمل عندك أذكار يومية أذكار الصباح أذكار المساء صلي الفجر في المسجد إذا بدك تنصر فعلياً حاس حالك بدك تنصر أهل الغزة روعة صلاة الفجر كل يوم روعة صلاة عيشة كل يوم كل صلوات صليها في المسجد إذا بتقدر اقرأ قرآن اصحب الليل ادعي لرب العالمين أن الله ينصرهم يثبتهم يطمنهم يصبرهم ويرزقهم الشهادة ويرزقهم الجنة هاي الشغلات اللي أنت ممكن تحسها شو بدأت تسوي بس هاي الشغلات ممكن ترضي رب العالمين ولما رب العالمين يرضى عنه شوف عجائب قدرته يعني أنا هذا بصراحة هيك ما أخذ المبدأ طبعاً لا أنكر أنه ممكن واحد يطلع يجمع تبرعات يعني نفسه هو يجمع تبرعات من أهله من أصدقائه يودي يحاول يعني يساعد الناس يبعث ينشر بالسوشال ميديا ما يوقف حكي عن أهلنا في فلسطين وكل المظلومين هذا كله إلو دور فشوف الدور المناسبة يسوي الله يوفقكم آنر رسمياً تطلق الآنر ميتين والآنر ميتين برو في الصين على أغلب فيه كمان الآنر ميتين لايت بس الخبر ما ذكره فأنا بتركز على الآنر ميتين والآنر ميتين برو مبدأين هو تصميم جديد لكن نفس التصميم للجهازين ما في فرق إنه لما تلف الجهاز من أمام الآنر برو عنده زي كاميرتين أو الثقب أوسع بالشاشة العمامية نسخة البرو تأتي بمعالج سناب دراجون 8S الجيل الثالث أما النسخة العادية فهي سناب دراجون 7 الجيل الثالث والبرو يحمل رقاقة اسمها آنر سي وان بلوس تشيب هاي الرقاقة المفروض تحسن الاتصال في كاميرا أساسية على نسخة البرو 50 ميجا بيكسل عليها الحساس الـ H 9000 هذا الحساس أعتقد هو اللي كان على الماجيك 5 برو حساس فلاكشب فعليا وحجمه 1 على 1.3 إنش أما العادي عنده كاميرا 50 ميجا بيكسل وحساس 1 على 1.6 ميجا بيكسل الحساس المشهور للفئة المتوسطة الشاشة 6.67 ميجا إنش أولد بتردد 120 هرتز والبطارية عند الجهازين 5200 ميلي أمبير وشحن سريع 100 وات بدك تضيف أنه البرو عنده قدرة شحن لسلك 66 وات الأسعار التي أعلنت في الصين للآلر العادي المتين 372 دولار ونسخة البرو 480 دولار شو رأيك؟ وأخيرا وجدت اللابتوب الحلم وجدت اللابتوب اللي راح يحقق كل رغباتي وجدت اللابتوب اللي راح أقدر أقول إنه راح يحل محل الماكبوك اللي عندي طبعا أنا ما اشتريته لكني وجدته هو من مايكروسوفت وأخيرا مايكروسوفت تعلن عن لابتوبات السيرفس الجديدة وهذا مش شي غريب الغريب التعاون كان بين مايكروسوفت وكوالكوم وهي أول مرة منشوف لابتوب ويندوز عليه معالج مش انتل عليه معالج بمعمارية ARM اللي هو سناب دراجون اكس إليت طبعا فيه سناب دراجون اكس بلس إليت هو الأعلى عليه 12 كور الفكرة وين؟ هذا معالج مصنوع بمعمارية ARM اللي بنشوفها بالهواتف من ميزاته الصغر الحجم من ميزاته الأداء العالي من ميزاته صحب الطاقة القليل فعندنا حيكون لابتوب عنده قدرات عالية وصحب طاقة قليل زي ما بالضبط بيعمل الماكبوك إن كان الـ Air أو الـ Pro عنده الـ M1 أو الـ M3 أداء عالي وصحب طاقة قليل فأنا بصراحة كثير متحمسة هذا اللابتوب بالإضافة مايكروسوفت أعطى التسمية لللابتوبات الجديدة هاي واللي بتتعاون مع مايكروسوفت اسمها Co-Pilot Plus BC حيكون الذكاء الاصطناعي حاضر في هاي اللابتوبات كلها إلا حتكون بـ Co-Pilot معاها بحيث إن الذكاء الاصطناعي رح يؤدي مهام كثيرة وحيساعد في العمل وحيعطيك قدرات عالية فهذا اللابتوب يا إخوان نحيف جداً جميل جداً يبدأ سعره بـ 1000 دولار فعلاً منافس للمعات بوكير بتمنى عن جد أنا فعلياً هذا الجهاز رح أحاول أشتري أوبو زمان ما شفت إشي غريب عجيب هيك جديد استغربت من الإعلان الجديد تطلق أوبو 12 وين في الصين أوبو 12 والأوبو 12 برو هذا اللي شفتهم اللي أغرب إنه أنا قارنت أوبو 12 هذا الجديد بالأوبو 11 شكل وتصميم الأوبو 11 حلو الجديد ما حسيتوش أحلى من القديم أبداً الجديد حيكون أنحاف وأخاف وزن يمكن هاي اللي اشتغلوا عليها أكثر فالشكل القديم تبع السنة الماضية أحلى من الشكل الجديد قلت يمكن المواصفات أحسن تعجب المواصفات الشاشة سطوحة 1200 نت أعتقد أنه السنة الماضية كان 1600 فهذا داونغريد يا أخوان المعالج بصراحة ليس الأحدث ولكنه معالج فلاكشيب هو دايمين ستي 9200 بلس صحيح تصليعي لـ 9300 وحالياً بدي يطلع 9400 بس معالج قوي الكاميرات ما تغيرت نفس كاميرات السنة الماضية بعض الشغلات الصغيرة الخفيفة بس أنا بعتبرها ما تغيرت والبطارية 5000 وعلى أغلب الشاحن سيكون سريع 67 واط والسعر يبدأ 470 دولار بصراحة مش كثير حماس لهواتف أوبو يعني ما في إشي بقولك أوه في إشي هنا غريب عجيب تعال كاميرا مثلا قوية تعال نجربها ما حالستيك فكروا لابتوب السيرفوس من مايكروسوفت والكوبارلوت بلس بي سي هاي كمان سامسونج تدخل لهذا المعترك وبتدخل على هذا المجال وبتطلع لنا لابتوب جديد اسمه الجالكسي بوك فور إدج هذا الجالكسي رح يحمل مش معالج انتل رح يحمل معالج سناب دراجون الـ X Elite وهذا إشي حلو كشير بصراحة يعني حنشوف شركات لينوفو قاعدة بتجهز برضو بلابتوب بهذا المعالج المعالجات من ARM يعني حنشوف يا إخوان تنافس بالأداء العالي بطارية صحبة أقل حرارة أقل على كل حال هذا البوك فور إدج حيكون كله ذكاء إصطناعي طبعا سامسونج يعني صار الداخلي بموضوع الذكاء الإصطناعي وبالتعاون مع مايكروسوفت حيكون الذكاء الإصطناعي حاضر بقوة في عنا نسختين 14 إنش و 16 إنش نسخة الـ 14 إنش وزنه 1.16 ملمية كيلو جرام كثير خفيف الـ 16 إنش 1.55 ملمية كيلو جرام البطارية حتكون 55.9 وات بير أور للأول للـ 14 إنش و 61.8 وات بير أور للـ 16 إنش حتقولي البطارية الصغيرة بذكرك إنه المفروض مع هيك معالج هاي البطارية تدوم وتدوم الشاشة آموليد بسطوع 500 نت سواء تردد 120 هرتز والساعات حتكون 512 أو 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت رام الأجهزة هاي من سامسونج راح تتوفر بـ 18.6 الأسواق أمريكا وأوروبا حاليا عندنا ما بعرفي راح تتوفر ولا بوكو رسميا ينطلق عالميا وأعتقد اللي انطلق كان رسمي من دبي بس ما عزموني مش مشكلة عندنا البوكو F6 وعندنا البوكو F6 Pro مباشرة بالنسبة للتصميم يعني ما فيش إشي متميز ما في شكل جديد كله زي بعض بشبه بعضه يمكن الجديد إنه فيه IP64 وفي كورنين جوريلا جلاس فيكتوس هذا الجديد أيضا الجديد المعالجات نسخة الـ F6 هتأخذ سناب دراجون 8S الجيل الثالث نسخة الـ Pro هتأخذ سناب دراجون 8 الجيل الثاني هتقول لي طب هذا أقدم سلة المفروض إنه الـ Clock Speed تبعته أعلى والـ GPU أفضل من الجيل الثالث هذاك الثاني S بالنسبة للكاميرا الأساسية للبوكو F6 هتكون عليها حساس IMX 882 50 ميجا بيكسل أعتقد إنه هذا حساس كويس أما البوكو F6 Pro هيكون عليها حساس واحد على 1.55% إنش المفروض إنه أفضل بس انتوا عارفيني البوكو مش شغل كاميرات لا ولا مرة ولا عمره كان شغل كاميرات دائما هو شغل أداء بتلعب جيمز أداء عالي وبطارية كويسة طبعا شاشة الـ F6 هتكون OLED بسطوع يصل إلى 2400 نت وتردد 120 هرتز أما شاشة الـ Pro برضو OLED بس السطوع 4000 وتردد 120 هرتز ودقتها أعلى 1440 P وبتدعم معدل وميض منخفض 3840 هرتز البطارية على الـ F6 5000 والشحن 90 واط أما الـ Pro برضو 5000 والشحن 120 واط سعر الـ F6 ببلش 380 دولار أما سعر الـ Pro ببلش 500 دولار هاي كانت جعباتو الأخبار بشكو في فيديو قادم إلى اللقاء